ترجمة نانسي قنقر 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 والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وتوثيق الروابط بين شعوبها ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين وفي ذكرى تأسيسه الثالثة والأربعين استطاع مجلس التعاون الخليجي أن يثبت أركانه كمنظومة تعاونية رائدة في المنطقة اكتسبت ثقة واحترام المجتمع الدولي بفضل ما ينتهجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من سياسة حكيمة ومتوازنة تقوم على نهج التعاون البناء والاحترام المتبادل بهدف تعزيز المصالح المشتركة إلى جانب ما يتمتع به الموقف الخليجي من ثقل سياسي يجعله لاعبا محوريا في ترسيخ الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم وقد تمكنت دول المجلس من إنجاز العديد من مشاريع التكامل الاستراتيجية إضافة إلى تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة وجعل المواطن الخليجي محورا رئيسيا ومشاركا في كافة جهود التنمية وضعت دعائم الأساس المتين لهذا الكيان الراسخ ليبقى الحصن المنيع والشاهد على وحدة الهدف والمصير من أجل استكمال مسيرة التعاون المباركة خدمة لدول المجلس وأبنائها وتعزيزا لأمنها واستقرارها